لمواد أولية مختلفة وأسليب رسم متنوعة شارك ستون فناناً تونسياً من مختلف الأجيال في صالون تونس للحروفية في إطار فعالية شهر الفنون التشكيلية دور هذه الضم تقريباً ستين فنان شاركوا بمختلف الأحجام مختلفة تقنيات وبطبيعة شاركنا فيها المركز الوطني الفنون الخط اللي اطلقينا منه تقريباً ما يقارب عشرين عمل فني فيها الكلاسيكي وفيها القديم برشا اللي أنا انضمه نوعاً ما للتراث هذا الصالون الفني الذي ينعقد للسنة الخامسة على التوالي قدم للجمهور لوحات الخط العربي برؤى فنية وجمالية متنوعة تقف وراءها تجارب الفنانين المختلفة لتعزز الحراك الفني في تونس اللوحة متعي اسمها السيد بوغليدا حيرة السيد بوغليدا السيد بوغليدا هي شخصية احنا الموروث الشعبي التونسي نعبر بها على شخصية متع الانسين اللي يكونها كشيف روحه مقتدر لكن في نفس الوقت ساعتي يوحل معنا ملقاش كيفش يتصرف ولا كيفش وين اللوحة صحيح عملت في فترة متحيرة طلعتها من روحي معنا الأشكال اللي ترا فيهم ولا الألوان اللي استعملتهم ولا الفضاء اللوحة ككل كيفش تركيب بمتعه رسائل عديدة يبثها هذا الصالون لمحبي فن الخط العربي تمتزج هذه الرسائل مع أبعاد الثقافة التونسية لتشكل هوية تميز البلاد في محيطها الأقليمي والدولي ظن أن في تونس وصفة عامة في المخرب العربي لنا تابخ خاص ونحن معناها ناس نعرف الفن وقعدين نكون فيه ونكبر فيه نكبر في الفن العربي بطريقة سريعة وبطريقة كبيرة جدا ينتظم المعرض ببديرة من اتحاد الفنانين التشكيليين التونسي وتحت إشراف وزارة الثقافة حروف وكلمات تسافر بزائر صالون تونس للحروفية بين هذه اللوحات التي قدمت بجمالية الإضاءة فيها وأسرار الفن التشكيلي والخط العربي الهوية التونسية العربية الإسلامية في أبها حلة من تونس نسر رمضاني هنا القاهرة عاصمة الخبر